شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية العمل على تأسير مختلف الإجراءات الخاصة بالمسافرين والقادمين عبر مطار برج العرب جاء ذلك خلال الجولة التفاقدية التي قام بها مدبولي في مطار برج العرب الدولي لمتابعة الأعمال التطوير حيث وجه بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمطار كما وجه بوضع تصور متكامل حول كيفية استيعاب الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي مع الإشارة إلى العمل على زيادة عدد الغرف السياحية بهذه المنطقة